ديمقراطيتنا في خطر تحذير جدده الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمريكيين حال سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ عبر انتخابات التجديد نصفي للكونغرس أمام حجد من أنصار الحزب الديمقراطي بجامعة بوي الواقعة خارج واشنطن قال بايدن أن فوز الجمهوريين قد يضعف المؤسسات الديمقراطية ويفسد الكثير من إنجازات رئاسته الديمقراطية ليست يوما على الرغم من أننا بحاجة إليكم جميعا للتصويت نمر اليوم بمنعطف الخطير ونعلم تمام العلم أن ديمقراطيتنا في خطر وأن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها وكان بايدن قال في تغريدة على تويتر إن إدارته تمكنت من توفير عشرة ملايين وظيفة منذ توليه المنصب معتبرا أن سلفه دونالد ترامب كان أول رئيس منذ عهد هيربرت هوفر في فترة الكساد الكبير تفقد البلاد وظائف خلال فترة رئاسته ترامب في المقابل قال أمام حجد من الجمهوريين في ولاية أوهايو إنه سيصدر الثلاثاء المقبل إعلانا وصفه بالهام جدا دون التقليل من أهمية الانتخابات المهمة جدا بل المصيرية سأقوم بإعلان مهم جدا في الخامس عشر من نوفمبر في مارالاجو بولاية فلوريدا ترامب الذي لم يقر أبدا بخسارة انتخابات الرئاس عام 2020 ألمح على مدى شهور عن استعداده مجددا لخوض السباق الرئاسي عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض وعاشية الانتخابات دعا المالك الجديد لتويتر الملياردير إيلون ماسك والذي يحظى بـ 114 مليون متابع على تويتر دعا الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين معتبرا أن وجود كونغرس جمهوري أمر ضروري لإحداث توازن مع الرئيس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي